اكد صاحب السمو الملكية لمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نايب القائل العلى نايب الأول لرئيس مجلس الوزراء ما تتمتع به المنطقة من مقومات أهلتها لاستقطاب مختلف السباقات العالمية على أراضيها مشيرا إلى ما رافق استضافات دول المنطقة لسباقات السيارات من نجاح وتميز في التنظيم عزز من مكانتها على الخارطة العالمية لتصبح وجهة لهذه الرياضات في الشرق الأوسط منوها سموه باستضافة المملكة العربية السعودية الشقيقة السباق الافتتاحي لموسم 2019-2020 من بطولة العالم للفورملا إي ونجاحها في تنظيمها للمرة الثانية على التوالي ليضاف ذلك إلى رصيل إنجازاتها في تنظيم مختلف الفعاليات مشيرا سموه إلى ما تتمتع به سباقات المحركات من قاعدة جماهيرية واسعة في المنطقة ما يسهم في تعزيز استضافتها لمثل هذه السباقات والفعالية الكبرى على المستوى العالمي جاء ذلك لدى حضور صاحب السموه الملكي ولي العهد نائب القائد العلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى جانب أخيه صاحب السموه الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية حفظهم الله السباق الافتتاحية لموسم 2019-2020 من بطولة العالم للفورملا إي التي تقام للمرة الثانية في الشرق الأوسط على حلبة الدرعية بالرياض حيث شهد صاحب السموه الملكي ولي العهد نائب القائد العلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وبحضور سموه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملكي للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسموه الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة انطلاق أول سباقات الموسم السادس من السباق الافتتاحي للبطولة مشيرا سموه إلى ما تتميز به حلبة الدرعية من إمكانات ومقومات فنية وهوية تراثية جعلتها محط أنظار العالم منوها بأن الحلبة تعكس تاريخا ممتدا من الإنجازات الحضارية كونها أسهمت في جذب الأنظار للمنطقة في ظل التنافسية التي تشهدها دول العالم في المجال الرياضي وهنا صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد العلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود عاهلة المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بنجاح السعودية في استضافة السباق الافتتاحي من بطولة العالم للفورملائي للمرة الثانية على التوالي مشيدا سموه بما تلقاه هذه الرياضة من اهتمام وما يمثله هذا النجاح من تعزيز لرياضة السيارات في الشرق الأوسط وأشاد سموه بتميز الكوادر البحرينية الذين تركوا بصمتهم في تنظيم سباقات المحركات عبر جهودهم المبذولة في مختلف المحافل المحلية والإقليمية والدولية معربا عن اعتزازه بالتعاون المثمر بين الاتحادين البحريني والسعودي للسيارات والذي تمثل بمشاركة أبناء البحرين مع أشقائهم في المملكة العربية السعودية في الإشراف والتنظيم على السباق الافتتاحي من بطولة العالم للفورملا إي ما يعد تأكيدا على مسيرة التكامل والتعاون الثنائي بين البلدين والشعبين الشقيقين على المستويات كافة اشتركوا في القناة